تكون خش على طول في الجد عشان الوقت ما يسل الأناس زي كل مرة وخش انت بقى بالإنترو بتاعتك وقول انت عايزه بس النهاردة لأهلية عادل الأمور أصبحت صعبة كان عادة قدام النقاط لسه موجودة فمش نقول مستحيلة بس الأمور طبعا صعبت على الأهل زمانية صعبت على برنامجز والأمور بتقرب جدا من هذه الزمانية فلكن خلينا نتكلم على مواجهة اليوم بجانب الخطأ التحكيمي للكابتن جايد جريش اتكلم عنه دلوقتي ورسمه بالخط ووضحه ببقى لا يدع مجالا للشك أكيد كان فيه بعض الأمور الفنية لما خليتش الأهلية يكسب النهاردة طيب خليني وأنا بتكلم نعرض أول حالة معانا بتاعت ياسر إبراهيم ومن الحالة هقولك انه زي ما هي اسمها حالة فهي دي حالة لعبة النادي الأهل دلوقتي ياسر إبراهيم كرة عضحة جدا فقاش لابس شتتها محمد هاني من نص الملعب زاوية رؤية مفتوحة تماما لياسر وياسر الكرة يفضل محضا عليها عشرة متر لحد ما تطلع برا كورنر على النادي الأهلي كرة يا أظرنا يا شغالة كرة غريبة جدا جدا بتقولك حاجة واحدة بس لا يوجد جاهزية ذهنية ذهنية ليه بقى؟ المكان مع الدقاءة ستة الحالة دي في الدقاءة ستة انا ما نفعش تقول بدني ما نفعش أقول بدني ما نفعش أقول إرهاق الجاهزية الذهنية عند غالبية اللاعبين غير موجودة مش ضعيفة دي الكرة دي نتصدق أنا ما أخدش بالي منها ساعة المباراة أنا 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 لفتت انتباهي لدرجة أنه استرجعت كرة ياسر إبراهيم في مباراة الزمالك بتاعت الناس لأميتوا عليها على عدم التشديد ما كانتش القصة في أنه مزنوق ولا أنه عايز يطلع بيها ياسر واخد تعليمات عشان كده الرجل بيلعب حتى هاني معنش أنا يسف ارجع سنة كمان هاني بيرفع يده مش مصدق محمد يعني كمّل الكرة بقى لو هو ياسر ويتخرج بره خالص هتلاقي محمد هاني بركز على محمد هاني لا وبص على رأكشن ياسر بعدها يعني خليها الكرة تكمل وتطلع بره بص بقى محمد هاني وبعدين ياسر براهيم بيعمل ايه محمد مش مصدق بيقول بقيت اللعيبة فيه لنا بص ياسر براهيم بيقول لي محمد شاوي بيقول لي يقولك ايه يقولك ايه في ديالة 6 وانت شايف الكرة واضحة جدا مش خبطة في العيب فانت بخدتش بالك فمن هنا عشان ما نعرفش بقى دي نقطة ما اللقى قطريب بتقولك ايه بقى لا يوجد جاهدية ذهنية مين مسؤول على الجاهدية الذهنية حاجات كتير جدا واحد كامل المنظومة فيه مشكلة دا ما فيش مجال للشاك انه فيه قزمة داخل النادي الاهلي فيه مشاكل كتير جدا جدا تحتاج لاعادة تنظيم إداري داخل الفريق دا رقم واحد رقم اتنين البعد اللغوي فيه مدربين كتير ما بيتكلموش غير بورتغالي جوزيف الولاي الاولى ما كانش بتكلم غير بورتغالي جيزوالد وفريرا ما بيتكلمش غير بورتغالي بس لما جيب مدير فني احطه في وسط موسم في هذه الظروف ولا يتحدث الا البرتغالي ولا يتحدث الا البرتغالي هناك دايما حاجز في سرعة التواصل معنديش مشكلة في ان المدير فني يكون بيتكلم لغة واحدة معمه ترجم لكن في هذا التوقيت من الموسم فيه فجوة مبينه ومبين اللاعبين فيه سرعة التواصل مبينه وبين اللاعبين فالتحضير النفسي والزهني بتاع اللعيب بتاع اللعيب النادي الاهلي منعدم لقطة وضحة تماما الناس ترجع كده بالذاكرة وتفتكر لقطة الكرة اللي مش هتتاتش ياسر إبراهيم في مباراة نادية زمالك وسجل منها زمالك الهدف التاني نفس القضية القضية مش في ياسر بس ياسر ده مدلول على الحالة العامة الفرية وفيه لقطة كتير جوه المباراة نفس القصة في حالة من عدم الجاهزية الزهنية أفشى حدث ولا حرك ثلاثة أربع مباريات بنفس الأداء قرارات خاطئة الجاهزية الزهنية دي بتنقلني الفينة كريمة القرارات داخل الملعب غير حضرة القرارات داخل الملعب غير حضرة فهنا اللاعب ما عندهش القرارات هينفذ تاكتك سواء كان بسيط أو معقد إزاي فيه كورة انت خليتنا فتكر كورة دلوقتي رامي ربيع طالت فيها لحسام حسن إن كورة تحت لجل حسام رامي ربيع قدام الجورد صعبة طول من اللعبها أنا مش عارف من اللعبها حسام حسن تحسو عمل تاكلينج على رامي ربيع عامل ما يخدها وبيطلعها هو حاول يلحقها هو ملحي هيش راح داخل الفرامي رامي مش مساد دا يا رامي هو في مزيشون جيد للشوتة بس زي ما انت قلت فيه كورة غيرها في شوت الأول برضو ياسر إبراهيم على أيمن أشرف الاثنين دخلوا في نفس اللعبة الاثنين وقعوا بعض من حسن حظهم إن الكورة دي تلعت أوت هم الاثنين وقعوا بعض وأحمد شريف مهاجم فارقه كان رايح منفرق لكن الكورة خبطت في واحد منهم وطلعت رامي في مزيش الموضوع أكبر بكتير من إنه حالة بدنية بس طبعا الحالة زهنية ونفسية الحالة البدنية دا شقة مفيش مجال نقاش فيه صح فيه لاعبين والدليل الإصابات لأنه لما تيجي الناس تتكلم على إنه أصل المعد اللي موجود دلوقتي دا عنده مشاكل خالص المعد اللي موجود دلوقتي هو جيه على تركة ثقيلة جدا من عدم الجاهزية البدنية وكنا بنتكلم هنا الحالة اللي فاتت وقلت لك يا كريم وقلت لك فيه إصابات تاني في النادي الأهلي وقلت لك الجاهزية البدنية مش مشكلة إصابات وإن فيه لعبة دا وليها مجهدة بس الإجهاد دا جزء والجاهزية البدنية دا مصطلح تاني خالص المخزون البدني بتاع اللعبة استنفذ عند لعبة المجهدة والجاهزية البدنية والتحضير بتاع اللعبة اللي ما كانتش بتلعب كانت أقلب كتير فبقى عندك المجموعتين اللي تقدر تعتمد عليهم الجاهزية البدنية بتاعتهم